أهلا بكم من جديد في سلسلة أسرار النفس في القرآن معدنا النهاردة مع الحلقة الأولى من الجزء الثاني رجاء شخصي لو أنت ما تبعتش الجزء الأول من السلسلة فضروري جدا ترجع له لأنه حيفيدك كتير جدا وده كمان حيفيدك في أنك تفهم الجزء الثاني من السلسلة بمشيئة الله هنتكلم إن شاء الله في الجزء ده عن مستوى أعلى عن نفسنا وعن أروحنا هنتكلم عن أسرار الوجود هنتعلم مع بعض إن شاء الله إزاي نحمي نفسنا وأولادنا من الأفكار والمعتقدات السامة إزاي نحميهم من الاضطرابات النفسية وإزاي نحميهم من وساوس الشيطان ومن الحسد والسحر كمان وعن حاول نبسط مفاهيم وأفكار مغلوطة هتمنعك من الوصول للنفس المطمئنة والراحة النفسية وهنجاوب بإذن الله على أسئلتكم اللي بعتوها في الجزء الأول خد بالك يا صديقي إن السلسلة دي كاملة من أول جزء ومع الحلقات اللي جاية كمان هتوفر عليك سنين من البحث والقراءة كمان هتوفر عليك كرصات وجلسات علاجية كتير جدا وغالية جدا فحاول تنشرها لكل صحابك وقريبك وكل شخص عزيز عليك معوقات الوصول للنفس المطمئنة سمعك يا صديقي وإنت بتقول أنا عايز أوصل للراحة النفسية عايز أبقى واثق من نفسي عايز أتخلص من الخوف اللي بيحصل لما أجي أتكلم أو أتعامل مع الناس وهنا بتظهر أول المعوقات في طريق الوصول للنفس المطمئنة التصرع وانتظار النتيجة بدون سعي مهم جدا نفهم يا صديقي إن معظم الرسل والأنبياء ما نزلش عليهم الوحي إلا بعد سن الأربعين يعني فضلوا يتفكروا يدعوا يطلبوا معرفة الله سبحانه وتعالى أربعين سنة قبل ما ينزل عليهم الوحي الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن سيدنا موسى بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين والله عز وجل يقول في موضع آخر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فطبيعي جدا يا صديقي أنك تدور وتقرأ وتكلم ربنا كل يوم لشهور وسنين لحد ما توصل لأعلى درجات النفس المطمئنة لكن يا صديقي كل يوم هتحس بالفرق نفسيتك هتتحسن بالتدريج هتكون إنسان جديد لو حفظت على نظام عبادة حقيقي زي ما شرحنا قبل كده كل الحلقات اللي فاتت يا صديقي كنا بنفهمك حقيقة نفسك كنا بنحط رجليك بس على أول الطريق فمش معنى إنك عرفت بداية الطريق إنك هتوصل للنفس المطمئنة دلوقتي وفي الحال مش هتقدر توصل للثقة في النفس والتحكم في أعصابك وكراراتك بمجرد سماع الحلقات ده طريق طويل ومحتاج سعي ومجهود كبير جدا محتاج إنك تحقق أول أمر ينزل به الوحي وهو طلب المعرفة محتاج تخصص وقت من يومك وتلتزم به كل يوم لبناء نفسك لأن كل ما علمك ومعرفتك بنفسك وربك هتزيد كل ما هترتقي في مستويات الراحة النفسية فواحدة واحدة على نفسك يا صديقي وما تستعجلش وفي نفس الوقت ما تكسلش وتقول أنا تعلمت وقرأت كفاية وهنا تظهر تاني المعوقات الخطيرة في طريق رحلتنا للوصول للنفس المطمئنة وهي وهم المعرفة أو الوعي المظلم الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم للأسف يا صديقي أنت طول الوقت راضي عن الأفكار والمعتقدات اللي اكتسبتها طول حياتك ومعتقد أنها صح مية في المية لأنك درستها أو اتربيت عليها ولأن أهلك وكل مجتمعك بيأكدوا لك كل يوم أنها الحقيقة المطلقة فده بيخليك تكون مؤمن بيها رغم أنها بتئزيك وبتضمر حياتك لأ وكمان بتدافع عنها بكل قوتك الأفكار والمعتقدات اللي بتؤمن بيها دي يا صديقي من غير فهم أو تثبت بتشكل على عينيك نضارة سودة بنسميها نضارة الوعي المظلمة واللي بسببها أنت بتتقلم كل يوم بتخاف وبتكره وبتحزن ممكن يكون بسببها كرهت نفسك وإنت مش حاسس يمكن بسببها مش قادر تطبق العفو وتسامح نفسك ولا قادر تسامح الناس خد بالك يا صديقي أن الخوف والحزن والألم المزمن في حياتك ناتج عن معتقدات خاطئة جواك معتقدات مخلياك أسير للمشاعر السلبية المستمرة أقول لك مثال بسيط يا صديقي فهمك مدى خطورة معتقدتنا لو فرضنا أن في أوتوبيس ركب جواه 30 شخص وتعرض لحادث بسيط جداً والناس كلها نزلت سليمة من الأوتوبيس 100% إلا أنك هتلاقي نسب الخوف والتوتر والصدمة النفسية مختلفة من شخص للتاني هتلاقي ست مرعوبة وهتلاقي برضو راجل متوتر بس في نفس الوقت ده هتلاقي طفل مبسوط وفرحان أن فيه أكشن حصل قدامه وهتلاقي بنت شابة زعلاناً الأوتوبيس ما تقلبش بيهم وماتوا كلهم وخلصت من حياتها الكئيبة كل واحد فيهم بيشوف الدنيا والأحداث بنضارة مختلفة نضارة اتشكلت من معتقدات وأفكار ورثوها وتعلموها تعرف يا صديقي أن إبليس كان عارف ومتأكد أنه مش هيقدر يحرف أي حرف في القرآن الكريم ولا في ثوابت الدين عشان كده اجتهد واشتغل على أنه يحرف فهمنا عن حقيقة مراد الله عز وجل من الآيات ونجح في زرعة معتقدات سامة في انفسنا باسم الدين فبقى كل واحد فينا بياخد من الدين الجزء اللي يخليه صاحب سلطة وسيطرة على عياله ومراده ومجتمعه وبيهمل باقي الدين وهنا تظهر تالت أخطر المعوقات وهي التربية المشوهة واللي بإذن الله هنتكلم عنها الحلقة اللي جاية بالتفصيل التربية اللي بسببها للأسف خرج لنا جيل من الشباب كاره نفسه ومش حاسس بإمته جيل شايف أنه مظلوم طول الوقت والدنيا جاي عليه وشايف أن الدين بعبع وتشدد وتطرف وأدال فرض السيطرة والنفوذ لكن الحمد لله قدرنا في الجزء الأول نحبب الناس من تاني في الدين الحقيقي وشباب كتير بفضل الله استفادت من السلسلة دي جدا لكن للأسف الشديد في شباب لسه من قطر الألم والإيزاء النفسي اللي تعرضوا له مش قادرين لسه يخرجوا من سجن سوء الظن بالله عز وجل وبالناس وحتى بنفسهم للأسف الشديد الشيطان زرع في نفسهم أسئلة مسممة غرضها هو تقييدهم أكتر في سجن الحزن والاكتئاب والمرض أسئلة زي هو ليه ربنا ما دخلناش الجنة من الأول هو ربنا مش قادر يعمل كده هو ليه سهيب الناس والظروف تيجي علينا كده هو ليه ربنا مدام بيحبنا خلق الألم والمرض والفقد من الأساس ليه ربنا بيعذبنا في الدنيا هو ليه ربنا خلق فينا النقص والشهوات وبعدين يحسبنا ويعذبنا بسببها هو ليه ربنا خلقنا لكل التعب اللي احنا بنقابله ده هو ليه ربنا أجبرنا على الحياة دي أصلا كل دي يا صديقي أسئلة شيطانية سكنت في نفسنا المسكينة ولقيت فيها طربة خصبة تنمو جواها في الجزء ده بإذن الله هنحاول نجاوب على الأسئلة الوجودية الخطيرة دي عشان نتعلم نحمي نفسنا وإخواتنا وأولادنا منها في المستقبل هنحاول نكسر صنم صورة الإله الظالم لجواهم ونفتح عيونهم على معرفة ربنا الحقيقي هنفتح عيونهم على النور والجنة اللي اتحرموا منها واللي هدف الشيطان الرئيسي إنه يبعدهم عنها بكل الطرق ويسجنهم في ظلام الشعور إنهم ضحايا أيها صديقي هدفه يسجنك في ألم الشعور الدائم بالظلم والإكبار وسوق الظن بالله عشان تخسر وتتعذب في الدنيا وكمان في الآخرة في النهاية ما تنسوش تبعتنا كل الأسئلة الوجودية اللي نفسكم تعرفوها وإحنا بإذن الله هنحاول نشرحها لكم بإسلوب بسيط وسهل الفهم فرق بين تربيتنا المشوهة وبين التربية النبوية الوعية في شاب راح للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه إنه يحلله الحرام يحلله الزنا إيه؟ يحلله إيه؟ ده أنا لو رح تطلب من أبويا طلب زي ده يبقى الله يرحمني فما بالك بشاب رايح لرئيس الدولة وأعظم الأنبياء يطلب منه يغير في ثوابة الدين وهنا يظهر الإسلوب النبوي الرحيم في التربية الإسلوب المحب الوعي بطبيعة الإنسان وغريزه وحقه في إنه يفهم يفهم ليه ربنا حرم حاجات خلق لها غريزة بداخلنا من الأساس سيدنا محمد ما قالش للشاب كيف تجرؤ على قول هذا ولم يقل له حرام 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 ولم يقل من أنت حتى تتكلم في الحلال والحرام ولكنه عليه الصلاة والسلام فهموا إن ربنا لم يحرم المتعة لم يحرم استخدامنا للغرائز الله عز وجل لم يحرم استخدامنا للغرائز الخلقها فينا أصلاً عشان يمتعنا بيها وعشان يكافئنا على التمتع بها بالحسنات وده لما نعملها بنظام محدد ونية حسنة لأنه سبحانه وتعالى عايز دايماً يشوفنا في سعادة دائمة زي بالضبط كده ما بنشتري ألعاب لأولادنا عشان يلعبوا ويفرحوا بيها في نفس الوقت بنحدد لهم وقت للعب ووقت للمذاكرة ووقت للرياضة ووقت للطرفيه ووقت لبناء وتقوية عقولهم وأكسامهم لأن لو سبناهم من غير نظام لو سبناهم في لعب طول الوقت هنضمر عقولهم وأكسامهم ومستقبلهم كمان لأوا كمان لو سبناهم أحرار يأخذوا لعب جرانهم أو أصحابهم كده كمان بنضر ولادنا وبنضر المجتمع كله فالله عز وجل وضع نظام لتنظيم تمتعنا بالغرائز عشان محدش يهمل تنمية نفسه أو يضر غيره وسيدنا محمد فاهم الشاب ده بمثال بسيط جدا فقال عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ثم قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم يعني ربنا لما بيحرم حاجة بتكون في مصلحتنا قبل ما تكون في مصلحة الناس سيدنا محمد ما اكتفاش بنصيحة ديه بس سيدنا محمد دعا للشاب إن ربنا يهديه وينور قلبه ويحفظه من الحرام وحتى الإسلوب القرآن العظيم احترم طبيعة الإنسان واحترم حقه في الفهم فربنا في معظم الأحكام بيبين الحكمة من فرضها وما بيتمش فرضها إجبارا مع إن سبحانه وتعالى لا يحتاج لتبرير أحكامه فهو العليم الحكيم فيقول عز وجل في آية فرض الحجاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيمة الله عز وجل وضح لنا هنا علة ستر جمال المرأة وحمايتها من الإزاء بكل أنواعه المادي أو النفسي سواء بالكلمات أو حتى بالحسد وهنا بيظهر لنا الفرق الكبير جدا في طريق التربية الكرآن الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وطريقتنا إحنا في تربية أولادنا وشبابنا فيهمت دلوقتي يا صديقي اللي الشباب بينفروا من أهلهم وبيقعوا بسهولة في التعب النفسي والطرابات السلوك ده غير التدخين والإدمان والتطرف كل ده بسبب غياب الرحمة في التربية غياب الاحترام لطبيعة الإنسان فالولد اللي انت شايفه يا صديقي صايع وبيشرب سجاير وهو لسه ماكملش 18 سنة أو البنت اللي بتضحك بصوت عالي جدا في الشارع وانت شايفها قليلة الأدب دول ضحية ضحية يا صديقي المفروض أن انت تشفق عليهم لأن جواهم نفس مكسورة نفس محرومة من الحب والتقبل والإحساس بالأمان هي ممكن تكون قليلة الحب قبل ما تكون قليلة الأدب أهلهم ما عرفوش سيدنا محمد والعرف رحمته فعاشوا في ضيق ونكد وحرمان وظلمة نفوس بسبب بعدهم وتكاسلهم عن دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودراسة وفهم القرآن الكريم شبابنا دلوقتي للأسف معظمهم عندهم نقص شديد في الإحساس بقيمتهم قبل ما يكون عندهم نقص جديد جدا في الأخلاق وكل ده بسبب تربية وأفكار مشوهة سواء في البيت أو المدرسة أو المجتمع تربية مبنية على النقد والقهر والتخويف للأسف يا صديقي إحنا بنقول لعيب يا بنت ما تتحقش بصوت عالي كده بدل ما نقول بحب ورحمة ما شاء الله ضحكتك جميلة جدا أنا مبسوطة أوي إنك فرحانة بس الصوت العالي ده ممكن يزعج الناس وهيقدي اللفت الانتباه ليكي للأسف إحنا بنقول أنت ما صلتش العصر لحد دلوقتي ده أنت ربنا هيحرقك في نار جهنم بدل ما نقول يا خسارة فاتتك صلاة العصر للأسف كده خسرنا خير كبير كان هيجي لك وخسرت حماية ربنا ليك من الشيطان بس ما الحوق يا حبيبي جايز تكون نسيت أو إن شغلت بالواجب نحاول بإذن الله ما نضيعش الخير الكتير ده تاني للأسف إحنا بنقول أنت سرقتي ألم صاحبتك في الفصل وكمان كذبتي وقلتي ما خدتوش ليه هو إحنا حرمينك من حاجة كده الناس تقول عليك حرمية بدل ما نقول أنا عرفت إن في بنت أخدت ألم صاحبتها النهاردة في الفصل واضح إن البنت دي زكية جدا عشان تقدر تاخد الألم وتخبيه من صاحبتها بس هي كده زعلت صاحبتها جدا واجعت قلبها وكده ربنا هيزعل منها والناس هتسرع حاجتها الحلوة زي ما عملت في صاحبتها أنا لو ما كان البنت دي هحوش من مصروفي واجب لها هدية عشان أفرح قلبها من تاني للأسف إحنا بنقول نقصت دركتيب في الماس ليه هم زمايلك أحسن منك في إيه طبعا ما انتقعد على الموبايل طول النهار بدل ما نقول خير يا حبيبي إيه اللي حصل كنت تعبان أو كان في حاجة شغلة بالك عن المذاكرة هل محتاج مساعدة في المذاكرة على العموم ولا يهمك أنا في ظهرك وبإذن الله الامتحان اللي جاي نقفل الامتحان ونحطم كل الأرقام القياسية أنا متأكد إن قدرتك أعلى من كل الإمكانيات دي ولو حتى في يوم حصل مشكلة ونقصت لأي سبب مفيش أي مشكلة كل ما نقع نقوم تاني وتالت ورابع مش عيبي يا حبيبي إن حد يسبقك في الدرجات اللي عيبي الحقيقي إن حد يسبقك في الأخلاق وفهم الدين لو معك كل شهادات العالم وبتتكلم كل اللغات من غير ما تكون أخلاقك جميلة من غير ما تكون بتقدم للناس علم نافع يساعدهم ويحسن من حياتهم يبقى ملهاش لازمة كل الشهادات دي للأسف إحنا بنقول لازم توافقي على العريس ده حتى لو بخيل ومش بيتحمل المسئولية عشان أطر الجوازة حيفوت بدل من قول أنت أغلى إنسانة في حياتنا ولازم عريسك يكون على خلق وتدين ويكون قد المسئولية عشان تبنوا بيت وأطفال يرضوا ربنا ما تزعليش حبيبتي الحياة قصيرة جدا كلها يومين ونرجع وطننا الحقيقي في الجنة ولو حتى مفيش في الدنيا كلها حد يستهلك فربنا هيخلق لك مخصوص راجل فيها كل اللي بتتمنيه وزيادة ربنا بيقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فخلي اهتمامك بس هو ربنا ركزي إزاي ترضيه إزاي تقدمي نفسك وأهلك وبلدك أعمال خير تكون سبب في دخولك الجنة وهو سبحانه وتعالى هيساعدك دنيا وآخرة لأنه القادر الوحيد على إسعادك مش أي حد تاني إحنا للأسف بنقول ما تخافش يا حبيبي أنا هجيب لك كل حاجة ما تعيطش الرجال ما بتعيطش أي حاجة محتاجها هشتريها لك بدل منقول ما ليش يا حبيبي عندك حق تعيط تعالى في حضني وعيط براحتك طبيعي نقدر نشتري حاجات وحاجات لا بس ولا يهمك اللي ما نقدرش نشتريه النهاردة أكيد هنقدر نشتريه بعد كده إن شاء الله للأسف إحنا بنقول تشتغل تشتغل ليه؟ هو إحنا أصرنا معاك في حاجة اهتم بمذاكرتك بس وإحنا هنعلمك ونأكلك ونجاوزك بس المهم الشغل يكون مناسب ليك ومش هيأثر على تعليمك ولا صحتك دي عينة صغيرة جدا من القصص وفي قصص تانية كتيرة وطرق تربية مشوهة كتيرة جدا بتبين إننا مش بنحترم أولادنا بل بنحترم الغريب وبنحترم خصوصيتهم وحريتهم في الاختيار أكتر ما بنحترم أولادنا ظلم نفسي بكل المقاييس وطرق تربية متخصصة لدفن نفسية الأطفال والشباب بحجة الخوف عليهم طيب إيه العمل؟ إيه الحل؟ أهلي مش هيتغيره مش هنقدر نغير الماضي ومجتمعي هيفضل صعب وقاسي أعمل إيه؟ هل الحل يا صديق إننا نقعد نحط إيدينا على خدنا ونستسلم للحزن والرفض بحجة إننا تعرضنا للإساءة والظلم والألم النفسي؟ أكيد مش ده الحل عشان نعرف فين الحل الحقيقي هنكمل مع بعض إن شاء الله قصة حسن وأيمن اللي بدأناها في فيديو عقلية البائس وعقلية السعيد أنصحك بشدة طبعا إنك تشوف الفيديو ده قبل ما تكمل معنا الحلقة دي ولو لسه ما شفتوش هتلاقي اللينك بتاعه في أول تعليق فرجاء نروح شوفه الأول وبعدين ارجع كمل معنا الحلقة دي لإنه مبني عليها زي معرفنا إن رئيس الشركة حرم حسن وأيمن من المكافأة السنوية ورغم كده أيمن ما استسلمش وخد كرصات واكتهد ومستوعي لي جدا في الشغل لدرجة إن صاحب الشركة عينه نائب ليه وزود مرتبه أضعاف في حين إن حسن فضل ناقم على الشركة وحسس بالظلم وهرافض اللي حصل وشايف إنه كان يستهل ياخد المكافأة مع إنه موظف كسلان أصلا دي كانت الحكاية باختصار الجديد بقى يا صديقي إن رئيس الشركة الشهر اللي فات منح كل واحد في الشركة عربية صغيرة عربية أول مرة تنزل السوق ودى لهم فرصة شهر واحد بس عشان يعرفوا يكتشفوا إمكانياتها ويقدروا يتحكموا فيها ويستخدموها في خدمتهم وخدمة الشركة واللي هينجح في المهمة دي هياخد صلاحيات رئيس الشركة نفسه لأ وكمان هيسكن معاه في أصره الخاص وكل طلباته هتكون مجابة وهيكون تحت تصرفه ملايين الدولارات وثروة غير محدودة أظن يا صديقي دي فرصة ذهبية أكبر من تخيل أي حد فرصة تستاهل إن الواحد يصخر كل قوته عشان ينجح فيها المفاجأة بقى بعد إسبوع من استلام العربية أيمن رح يزور ابن عمه حسن لقاه حزين وحاطت إيده على خده ولما سأله مالك قاله والله الدنيا جاي علي أو يا أيمن مشاكل في البيت ومع أهلي ومشاكل في الشغل فأيمن قاله المهم عملت إيه في العربية الجديدة فرد عليه لا أنا ركنتها في الجراش لإني حاولت سوقها ومعرفتش وعطى خبت بيها وكمان لونها وشكلها مش عاجبني رد أيمن وهو مصدوم إيه؟ أكيد أنت بتهزر لونها إيه وشكلها إيه ومشاكل إيه؟ أنت واعي لقيمة العربية دي؟ لتقدر تغير حياتك كلها مش هتحتاج لأهلك ولا شغلك ولا أي حاجة من أي حد لأهلك ولا زوجتك ولا أصحابك ولا حتى ولادك هينفعوك لما تخسر مستقبلك افتكر أنت هتتقيم لوحدك آخر الشهر أنت فاهم يعني إيه لوحدك؟ يعني حزنك من قسوتهم وظلمهم مش هيفيدك بحاجة غضبك وعصبيتك منهم عشان مش عايزين يسمعوا كلامك مش هيغيرهم بل بالعكس ده كل ده حيعطلك عن الوصول لمكافئة الشركة حاول تعملهم كويس يا حسن حاول تبعد عن الجدال معهم ابعد عن محاولة إثبات إنهم غلط اهتم إنت بس بنفسك وبعربيتك فرد عليه حسن وانعم ليه طيب العربية دي جديدة وانا مش عارف أسيطر عليها فسألوا أيمن طيب انت قريت الكتالوج فيه كتالوج في العربية الشركة عاملاه عشان تساعدنا نكتشف ونتحكم في العربية الجديدة دي لمصلحتنا والحمد لله بدأت أتحكم فيها واعمل بيها شغل جديد كسبت بيه وقته وفلوس كتير وراحة كبيرة جدا فرد حسن آه آه خلاص تمام هبقى شوف الكتالوج ده بكرا إن شاء الله وبعد إسبوع كانت الصدمة أيمن قابل حسن في الشغل وسأله عملت إيه وكان الرد صادم جدا والله يا أيمن انت عارف نصحتي على قدي وصراحة انشغلت الإسبوع اللي فات ده بشوية حاجات كده يوم كان فيه ماتش مهم للريال والليفربول وبعده اتفرجت على مسلسل تحفة لسه نازل جديد ده غير ألبومات عمرو تامر قم بارح تعرفت على بنت جديدة كده وفرفوشة وشكلي هتجوزها عشان تعوضني عن الغم اللي كنت عايش فيه أيمن قاله هو مصدوم ماتش إيه ومسلسل إيه وأغاني إيه وكمان عندك وقت تتجوز تاني وبعدين مرتك الأولى دي مش كانت حلم عمرك وعادة أهلك والدنيا كلها عشانها وكنت مفكر برضو إنها هتكون سر ساعدتك كان رد حسن هتحرم شرع ربنا يعني ولا إيه أيمن قاله يا سيد تجوز براحتك بس لما تكون بتتجوز عشان عندك فائد سعادة ورحمة ومال زي الصحابة والأنبياء مش تتجوز عشان تشحت شوية متع وهمية مؤقتة على حساب ناس وأطفال أبرياء أنت مش حاسس بنفسك يا حسن أنت أكتر واحد حياتك مطلغبطة ومليانة مشاكل وألام وأمراض أنت أكتر واحد مفروض يدور على حياة جديدة فوق يا حسن أنت كده بتخسر مستقبلك لأ وكمان مكسل تقرأ وتعرف إزاي تتحكم فأهم حاجة هتوصلك للسعادة الحقيقية يا ابني أنت معاك فرصة تمتلك السعادة كلها وإنت مش حاسس ليه بتدور على مسكنات وهمية لمشاكلك وحزنك وفقرك كل اللي بتعمله ده بيخضرك وبيحرمك من خير كبير قوي هتندم عليه بس للأسف هتندم بعد فوات الأوان فوق يا حسن ما فضلش غير كام يوم فوق وسيبك من الكسل والتحجج بالناس والظروف سيبك من مخدرات المتع اللحظية اللي بتضيع وقتك ومستقبلك الرفض والحزن اللي أنت فيه ده مش حل الرفض هروب من التدريب وحجة لتبرير كسلنا وجهلنا الحل هو تربية نفسنا وتطويرها من جديد عشان نقدر نربي جيل جديد سوي نفسيا عشان ما نكررش نفس غلطة أهلنا الحل هو التسامح مع الماضي بكل أسوته وألامه عشان ما يعطلناش في مهمتنا الحقيقية مفيش وقت للحزن مفيش وقت لللوم والعتاب مفيش وقت نغضب ونتعصب أن الأهل أو الزوج أو الزوجة أو الولاد مش بيسمعوا الكلام كل واحد هيتحاسب لوحده وهيتقيم لوحده الله عز وجل يقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويقول سبحانه وتعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها النهاردة بس يا صديقي أنت فهمت أنك هنا في الدنيا في مدرسة تدريب على التحكم في نفسك والارتقاء بيها مهما كنت ابن الأسرة أو مجتمع مؤمن أو كافر مجتمع صالح أو فاسد مهما كانت ديانة أهلك اللي ورستها مهما كان شكلك أو لونك أو إعاقتك الجسدية فكل ده مش عزر ليك أهلك ومجتمعك بيمثلوا أدوار معينة وخلاص حتنفصل عنهم بعد انتهاء التدريب ده ولا هينفعوك بحاجة ولا هتقدر تتحجج بيهم لأن الكل واخد نفس النسخة من النفس وهو بس اللي يقدر يقرر يكتشفها ويطورها أو يهملها ويركنها في جراش الكسل والرفض والحزن والتحجج بالناس والظروف والمعوقات مهما كنت اتظلمت أو كانت الظروف قاسية عليك فمحدش فينا حصلوا زي ما حصل للأنبياء الكرام خسروا أحبابهم وانطردوا من بلدهم وتعرضوا للإهانة والتعذيب والجوع والمرض والخيانة والسجن وبعد كل ده أحسنوا الظن بالله واهتموا بمعرفة ربهم ونشر الدعوة ومش بس كده ده سمحوا كل من أساء لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة يوم الفتح اذهبوا فأنتم الطلقاء وسيدنا يوسف عليه السلام قال لإخواته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم خد بالك يا صديقي إن في أشخاص من نفس سنك ونفس ظروفك وتعرضوا من أهلهم ومجتمعهم لأسوأ من اللي انت تعرضت له ورغم كل الظروف والمعوقات قدروا ينجحوا في مهمتهم شباب عندهم إعاقات صعبة جدا ورغم كده قدروا يوصلوا لمعرفة نفسهم الحقيقية واهتموا وركزوا على تطويرها لحد ما وصلوا لقمة النجاح والسعادة الناس دي ربنا عيخليهم شهداء علينا يوم التقييم يوم القيامة يوم الحصرة الله عز وجل يقول وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون عشان كده صديقي فوق وقرأ وتعلم القرآن الكريم افهم كتالوج السعادة الحقيقية وحاول تطبقه قبل ما الكام يوم الفضلين يخلصوا ما تفكرش تتعب نفسك في تغيير حد ركز بس على نفسك ونورها بمعرفة الله وساعتها تكون انت النور اللي الكل هيتعلق به وقت ما حياتهم تضلم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم النهاردة بس يا صديقي بقيت واعي الحكمة وجود الألم الله عز وجل يقول وسيدنا محمد يقول يعني صعوبة الحياة وقسوة الناس والظروف هي رحمة من ربنا رحمة بتدفعنا للتفكر والبحث عن الله ومراد الحقيق من خلئنا وتأكد يا صديقي إن لو الحياة بدون ألم أو منغصات كنتهنا وانشغلنا بتفاهات الأمور لحد ما مدة التدريب تخلص وساعتها هنندم على ضياع المكافأة وقت لا ينفع الندم فبعد الحلقة دي المفروض كلنا نقول الحمد لله على نعمة الألم وبكده يا صديقي نكون عرفنا النهاردة هو فين الحل الحقيقي لمشكلة الرفض والحل الحقيقي المعظم مشاكلنا ومنغصات حياتنا الحل هو أنت يا صديقي الحل هو اهتمامك بنفسك وتسجيتها بمعرفة الله الحق وتطبيق أوامر الله عز وجل بحب وفهم خليك متأكد يا صديقي إن أنت الدواء فما تدورش عليه خارج نفسك ما تنتظرش حب أو رحمة أو سعادة من أي حد غير الله عز وجل وبكده تفهم لأول مرة يعني إيه جملة حسبي الله ونعم الوكيل يعني كفاية علينا ربنا حتى لو خسرت الدنيا كلها الله عز وجل سيعوضك عن كل ما فقدته وما عانيته سيعوضك بما ترجو وأكثر فنعم الرب ربنا ونعم الوكيل إلى هنا دايماً قررها يا صديقي وخليها برد وسلام على قلبك حسبي الله ونعم الوكيل هي على فكرة مش دعاء على الظالم خالص زي ما أنت ممكن تكون فاكر الظالم سينال عقوبته سواء في الدنيا أو الآخرة سواء دعيت عليه أم لم تدعو عليه كلمة حسبي الله هي دواء وبلساً بيشفي القلوب المجروحة وبيفكرنا بحقيقة إن الدنيا أصير جداً ونعيم الله ممتد إلى الأبد سيدنا علي قرم الله وجهه يقول دواءك فيك وما تبصر وداءك منك ولا تشعر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر طيب كلام جميل جداً وخلاص أنا قررت أبدأ من جديد وركز في اكتشاف نفسي وركز على فهم القرآن ومعرفة ربنا وكمان هقلل خالص من وقت مخدرات المتع اللحظية بس في حاجة كده وقفة في زوري هو ليه التدريب من الأساس وليه ربنا ما دخلناش الجنة على طول من غير أي تدريب ومن غير اختبار وإزاي أنا المتحكم في مصيري وربنا أصلاً كاتب علينا كل حاجة بتحصل لنا في القضاء والقدر الأسئلة دي بيسألها كتير من الشباب وللأسف بنقابلهم بحرب من التوبيخ والرفض والتشكيك في أخلاقهم ودينهم فبيوصلوا للأسف بسببنا إحنا للإلحاد وكره الدين كله وإنكار وجود ربنا من الأساس من حق كل إنسان يا صديقي أنه يفهم أنه يعرف أهم حاجة في حياته من حقه يعرف سر وجوده من حقه يعرف قطر الحياة ده رايح بيه على فين وإيه المطلوب منه بالزبط فطبعاً مش أقولك هتقهوتك يا صديقي بما أننا كلنا صايمين بس أقولك ركز معايا جداً لأن حلقة النهاردة مهمة جداً وتساوي بدون مبلغة كنوز الدنيا كلها فيلا نبدأ على بركة الله فكر يا صديقي الحلقة اللي فاتت لما رئيس الشركة أعطى الحسن وأيمن والكل موظف تاني عربية نفس النسخة للكل وطلب منهم يعرفوا إمكانياتها ويتحكموا فيها في مقابل صلاحيات وسلطات وثروة كبيرة جداً واضح من العرض ده يا صديقي أن صاحب الشركة بيحب موظفينه جداً بيحبهم كأنهم أولاده ويمكن أكتر كمان وعلى الرغم من كده مش كل الموظفين بيحبوه ولا كل الموظفين كف إنهم ياخدوا سلطة وصلاحيات وثروة بالضخامة دي تخيل كده معايا يا صديقي لو كل الموظفين خدوا سلطة التحكم في الشركة وفي كل ثروتها وهم أصلاً مش عارفين يتحكموا في العربية الصغيرة بكل تأكيد هيدمروا الشركة ويضيعوا ثروتها وخلي بالك يا صديقي على الرغم من فساد معظم الموظفين إلا إن الشركة قوية ونجحة وعمرها ما وقعت وده بفضل قوة رئيس الشركة المالية والإدارية ورغم كده في موظفين بينكروا وجود رئيس الشركة من الأساس وبيقولوا إن الشركة دي نجحة بالحظ أو إنها مشية بالصدفة وده طبعاً عشان يتحرروا من قوانين الشركة لأن طبعاً ما فيش رئيس يبقى ما فيش أي قوانين ويبكده يبقى من حقهم يعملوا أي حاجة حتى لو هتضر الشركة حتى لو هتضرهم أو هتضر غيرهم بحجة الحرية للأسف حرية مزيفة هتضيع منهم مستقبلهم هتضيع منهم سلطة وقوة وثروة ما كانوش يحلموا بيها رئيس الشركة كمان عمل كتالوج مخصوص عشان ياخد بإيد المحبين والمجتهدين ويساعدهم على النجاح الكتالوج ده كمان هيكون حجة على باقي الموظفين رئيس الشركة يا صديقي عارف وخبير بنفوس الموظفين كلهم عارف وكاتب عنده أسماء الناس المحبين له واللي عارف إنهم حينجحوا في ترويد العربية وكاتب أسماء الموظفين الكسلانين اللي هيفضلوا تفاهات الحياة على محبته والسعي لإرضاؤه كاتب أسماء الناس اللي هيفشلوا في المهمة وبالتالي مش هيكونوا كفء للسلطة كاتب كل الأسماء دي بتوقعات تصل ضقتها لمية في المية وده بخبرته وعلمه الكبير جداً بنفسهم رئيس الشركة عمره في يوم ما أكبر أي حد من الموظفين على أي فعل ولأن رئيس الشركة عادل ومحب للجميع فعمل اختبار التحكم في العربية الجديدة عشان كل واحد يشوف مستوى بنفسه يشوف نتيجة أعماله بنفسه وده عشان محدش في الآخر زي حسن مثلاً يقول أنا كنت أستحق المكافأة عشان محدش يقول أنا تظلمت رئيس الشركة كمان ما أكبرش حد أنه يشتغل في الشركة من البداية لو كانت سياسته الإجبار كان من البداية أكبرهم على حبه وطعته بالغزب والقوة وهو قادر على كده كميع الموظفين وفقوا على العمل فيها بإرادتهم مقابل حريتهم في اختيار قراراتهم وأعمالهم كميع الموظفين وفقوا لما شافوا السلطة والقوة اللي ممكن يوصلوا لها يعني أنت عايز تفاهمني بالكلام ده أن ربنا خيرنا قبل ما يجبنا على الأرض هنا بص يا صديقي الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا يعني في الوقت اللي كل ما في السماوات والأرض رفض الحرية في قراراته وأفعاله رفض يمتلك مهم التدريب نفسه إبل بها الإنسان وفرح بمميزتها لكنه ظلم نفسه بإهمالها بس أنا مش فاكر خالص إن حد خيرني أو قال لي تحب تنزل على الأرض ولا لأ طيب اسمع الآية دي كده يا صديقي بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ طيب وده معنى إيه؟ معنى إن كان في حياة قبل النزول على الأرض بآلاف أو حتى بملايين السنين معنى إننا عشنا حياة مختلفة عن حياة الأجسام كنا عبارة عن روح ونفس بدون جسب كان لنا قدرات هائلة غير محدودة بالزمان والمكان ولما كسبنا أجسامنا المادية تم تحديد قدراتنا وتم تقيضها بقوانين مادية وبقى عندنا زاكرة محدودة جدا تعجز حتى عن تذكر أول سنوات من طفولتها طيب ربنا خيرنا وإحنا وفقنا ننزل على الأرض وخلاص نزلنا في مركز تدريب مؤقت عشان نتعلم نتحكم في أنفسنا زي ما أنت بتقول إيه بقى فايدة التحكم ده؟ إيه المقابل؟ أول حاجة يا صديقي بعد الانتهاء من فترة التدريب على الأرض كل حاجة هتتغير كل القوانين المادية هتختلف عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات إحنا متعودين يا صديق إننا نشوف بس سبع ألوان بدرجاتهم تخيل إنه هيكون في ملايين الألوان بكل درجاتهم إحنا كمان متعودين على النظام الليل والنهار تخيل إنك هتعيش في عالم مختلف تماما مضاء بنور ربنا نور يبعث السعادة والبهجة والراحة النفسية على الدوام جو لا في حر ولا برد ولا تقلبات جوية لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة كلنا كنا متعودين نمشي على أرض من الطراب أو الرمل تخيل إنك هتمشي على أرض من اللؤلؤ والياقوت ما بالك بقى الشجر والطبيعة والأصور هتكون عاملة إزاي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة وحزباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه إحنا النهاردة يا صديقي جايين نفتحنيك على مستقبلك الأريب أنت أريب جدا هتتحرر من جسمك الماد الضعيف وهتسكن جسم جديد أقوى من سوبرمان نفسه بمئات المرات تخيل إن طولك بس هيبقى 13 متر النبي عليه الصلاة والسلام قال كمان هتكون خالد للأبد هتكون غير قابل للموت أو المرض أو حتى الإصابات الخفيفة هتمتلك جسم بطبيعة جديدة هيمكن النفس والروح من إظهار كل قدرتهم الهائلة جدا قدرات تتخطى الزمان والمكان والجاذبية الله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه كل القوة دي يا صديقي في الدنيا فما بالك بالجنة في الجنة يا صديقي هتمتلك خصية المشيئة بإذن من الله عز وجل الله عز وجل يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فأي حاجة وكل حاجة بتفكر إنك تعملها وبتحبها هتلاقيها بتصخر ليك وأكتر فالولد اللي اتحرمت منه والبنت اللي كنت نفسك تتجوزها والزوج اللي كنت بتحلامي به عايز منهم كم نسخة في الجنة يا صديقي اطلب وتمنى وتخيل وكل ما تتخيل يأتيك لحظيا سيدنا محمد يقول إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي يعني يتولد ويكبر في السن لحد ما انت عايز عايزه أربع سنين ماشي عايزه عشر سنين تمام شايفك يا صديقي انت فاتح بقك من الانبهار فعلا ما فيش سعي ولا تعب عشان توصل للي انت عايزه اتخيل انت بسه وحيكون ليك أفضل مما يخطر في بالك فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عايز تبقى أمهر وأسرع من أفضل لعب في العالم عايز صوتك يبقى أجمل من أفضل مغني عايز تكون زي سبيدر مان أو أقوى حتى من سوبرمان عايز تكون بنفسك جوة لعبة من ألعاب الأكشن والمغامرات لأو كمان تتحكم في قوانينها بنفسك عايز تعيش وتشارك بنفسك جو الحروب والغزوات التاريخية العظيمة عايزة تكوني أجمل بنت في الدنيا عايزة تغيري لون عينيكي كل شوية عايزة شعرك يبقى أطول من روبونزل وعايزة جمالك يكون أفضل من سنو وايت كل ده هيكون مجاب ليكي بمجرد فقط التفكير وتخيله معايا كده إن كل ده بس اللي احنا نقدر نتخيله بعقولنا المحدودة كل ده قليل جدا بالنسبة لنعيم الجنة أهلا بك يا صديقي في العالم العلوي أخيرا جه اليوم إنك تفهم وتكون واعي إنك مسجون هنا على الأرض مسجون في حياة وهمية مسجون ومقيد داخل جسم ضعيف عرفت ليه سيدنا محمد قال الدنيا سجن المؤمن عرفت ليه قال عليه صلاة وسلام لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها يعني متر في متر في الجنة أفضل من كل ثروات ومتع الدنيا عرفت ليه ربنا أمر الملائكة تسجد لنا تسجد لأهم وأفضل وأقوى مخلوق ربنا أوجده عرفت ليه إبليس بيحاول طول الوقت شككك في عدل ربنا ورحمته بيحاول طول الوقت يبعدك عن معرفة ربك بيحاول يشغلك بكل المغريات المادية ومخدرات المتع اللحظية عرفت هو عايز يحرمك من إيه بالزبط؟ عرفت يا صديقي ليه التكنولوجيا والبرامج والألعاب متجهة للعالم الإفترادي متجهة للميتافيرس كله بيدور على جنة الخيال بندور على تحرير قدرات العقل من حدوده المادية بس للأسف مش هنقدر نوصل غير لصور وأشكال وهمية صور خالية من الحياة صور وآلات وزكاء اصطناعي عاجز عن منحنة سعادة حقيقية الجنة يا صديقي مش بس أكل وشرب ومتع مادية زي ما علمونا في المدارس الجنة عالم جديد مخلوقات جديدة ألوان جديدة من المتع كل يوم الجنة فيها كل اللي نفسك فيه كل ما تتخيله وأكثر الجنة مكان هتعيش فيه مع أحبابك اللي اتحرمت منهم مكان هتشوف فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هتشوف فيه الأنبياء والصالحين هتشوف وتكلم فيه السيدة مريم هتشوف وتصاحب فيه سيدنا عمر وأبو بكر وعثمان وعلي لو هنعيش يا صديقي مع القلوب دي بس فكفايا علينا قلوب ما تعرفش غير الحب قلوب هتمنحك حنان ورحمة طول الوقت بلا مقابل لكن يا صديقي كل نعيم الحلقة اللي فاتت ده أوليل برضو في حاجة هتخليك تزهد في كل ده أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتجنبنا النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل تخيل يا صديقي تشوف جمال يأسر قلبك ويخليك معلق نظرك لأيام من غير ما تحب تلتفت لأي حاجة تانية جمال يسحر العيون وينور الأرواح ويسعد النفوس بعدها مش هيكون نفسك تأكل أو تشرب أو تلعب أو تتمتع بأي حاجة مش هتكون عايز غير إنك تشوفه تاني لزة وسعادة تنسيك كل متع الجنة عرفت ليه يا صديقي الصحابة والتابعين وكل الصالحين كانوا بيجتهدوا في العبادة ومعرفة الله الحق عرفت ليه كانوا بيضحوا بكل حاجة بيضحوا بكل أموالهم وأولادهم ورغباتهم مقابل ولو متر واحد بس في الجنة الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عرفت يعني إيه لهم والجنة عرفت ربنا بيحبنا قد إيه وخلق لنا جنة عاملة إزاي خلق لنا كل حاجة وصخر لنا كل حاجة لخدمتنا يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم وصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إله عظيم جدا بيصخر لنا كل حاجة في الكون عشان يساعدنا خلق لنا أرض وبحار وأنهار خلق لنا غبات ومزارع وفواكه وثمار بينزل لنا ماء عزب من السماء وبيدينا قوة عشان نقدر نتحرك وناكل ونشرب خلق لنا جسم بيتكون من أكتر من 35 تريليون خلية خلق لنا عيون دقتها أعلى من 500 ميجا بيكسل يعني أضق خمس أضعاف من أفضل كاميرات العالم خلق لنا قلب بيدخ أكتر من 5000 لتر من الدم يوميا وكلا بتنقص سموم من الدم وبتفلتر أكتر من 150 لتر دم يوميا أتخال يا صديقي إن بعد كل ده بنسيق الظن بي وبننشغل عنه الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يا طرى لسه يا صديقي ما قدرتش توصل لأنك تكون حاسس بحب الله عز وجل طيب خذ نفس عميك كده وحس بنفخة روحه اللي جواك حس بقوته اللي بتحيي كل خلية في جسمك حس بستره عليك لما بتغلط وهو برحمته بيمدك بالهواء عشان تتنفس رغم إصيانك لي حس بنعميته عليك لما بتسمع صوت العصفير كل يوم وهي بتغني على شباكك أيوة بتغني لك مخصوص ما أنت المخلوق المميز عنده أنت اللي في القلب والعين الله عز وجل يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم كل شيء عشانك أنت وبس ومن غير ما تدفع ولا مليم وعلى الرغم كمان من أن الله سبحانه وتعالى كان يقدر يخلق كل حاجة في لحظة واحدة إلا أنه سبحانه وتعالى من كتر حبه لنا عد لنا كل شيء مش في أوم ولا في اتنين ولكن في ستة أيام مش عايز منك يا صديق النهاردة غير أنك تقرأ بس أوائل سورة النحل وشوف وافتكر كم النعم والخيرات اللي ربنا ميزنا بيها اسمع كمان عتاب ربنا لينا في أول سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون مش فكرين حبه وفضله الكبير عليكم الدنيا بعدتكم عن معرفته افتكروا كويس إن أنا القائم على تدبير أرزقكم كل لحظة أنا عالم الغيب والشهادة أنا اللي أحسنت خلق كل شيء وبدأت خلقك يا إنسان منطين أنا اللي صنعت نفسك ونفخت فيك من روحي أنا اللي خلقت لك السمع والبصر والفؤاد بس للأسف قليل جدا اللي بيفتكر وقليل جدا اللي بيشكر ده ملخص صفحة كاملة من بداية سورة السجدة بتحسسك قد إيه إحنا ظلمين نفسنا ونكرين جماير ربنا علينا آيات تدمع لها القلوب قبل العيون بتحسسك بعتابه سبحانه وتعالى علينا لأننا نسيين نعم وفضل علينا الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنهود وإنه على ذلك لشهيد إنسان جاحد وعارف كويس إنه أناكر للجميل بس جي اليوم يا صديقي إننا نعترف بجهلنا وجهودنا ده أيوة ربنا كلنا جوانا صورة غلط ليك كلنا جهلين بحقيقتك وفضلك علينا كلنا عندنا جهل بهدف وجودنا من الحياة كلنا تيهين في الدنيا بسبب بعدنا عنك الشيطان قدر يكسرنا ويزرع فينا سوء الظن بيك صدقنا كلامه وحبسنا نفسنا في سجن اليأس والحزن وسوء الظن لأنه إبليس وإبليس يعني اليأس من رحمة الله وأكبر أهدافه هو إننا نكون زيه ونيأس فنخسر زي ما خسر بس ليه يا صديقي تخسر نفسك وتخسر كل حاجة لما ممكن بشوية حسن ظن بربك بشوية تفكر وبحث عن الحقيقة تقدر تكسب كل حاجة ارجع لربك الودود وكلمه وقوله يا رب أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئناك بجهلنا وتقصيرنا فأوفي لنا العفو وتصدق علينا بالهداية إنك سبحانك خير المتصدقين ولكن بعد كل ده يا صديقي في نفوس مش هيبسطها كل النعم والمكاسب دي نفوس مش هترتاح في الجنة نفوس مش بترتاح غير لما تكره أو تظلم أو تخون أو تقتل أو تحرق وتخرب نفوس بعدت عن معرفة ربها الحق فبقت مليانة غل وحقد وحسد وقراهية وطمع ورغبة في الانتقام وصخت على كل شيء النفوس ما فيش جواهم إلا النار وبكرة برضو هيكون مكانهم المناسب إشعال النار في جهنم فهم وقودوا النار الله عز وجل يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين دخولهم النار هيكون عن استحقاق وعدل من الله عز وجل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله عز وجل سبحانه ما بيحبش تعذيب حد ولا هيكسب أي حاجة من أنه يعذب حد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وفي النهاية لازم تعرف يا صديقي أن الوصول للجنة مهمة مش سهلة خالص مهمة محتاجة مجهود كبير ما فيش مشكلة أبدا أنك تخصص وقت لترفيه نفسك وتخرج وتتفسح أنت وأسرتك ما فيش مشكلة أنك تغني لزوجتك وأولادك وتعبر لهم عن حبك ما فيش مشكلة أنك تمارس رياضة وتحسن صحتك أو أنك تمارس هواية وفن هادف يلهم الناس ويحسن حياتهم أو أنك تتفرج على ملخص ماتش مهم أو ملخص مسلسل هادف تاريخي أو تربوي أو حتى كوميدي بشرط يكون بعيد عن الترياء أو التنمر ما فيش مشكلة لما تاخد نصيب من الدنيا المهم ما تسبش الدنيا تاخد نصيبك من الجنة وابتغي فيما آتاك الله الدارة الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك الدين مش سجن خالص يا صديقي الله عز وجل لم يحرم شيء لذاته الله عز وجل مش عايز مننا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير عشان كده أنت محتاج تبدأ من دلوقتي لو لسه مش بتصلي ومش عارف تحافظ على الصلاة حاول تبدأ بالتدريج ولو برقع واحدة قبل ما تنام ابدأ بمعرفة الصلاة الحقيقية عشان تحبها الصلاة اللي فيها دعاء وتحدث مع الله عز وجل سيدنا محمد كان بيقول دعاء معين في كل ركن من أرقان الصلاة الأدعية دي موجودة في كتاب أول مرة صلي حاول تقراها وتصلي بيها تدريجيا ساعتها هتفهم إنك عمرك ما صليت بجد قبل كده واعتعرف ليه كنت كاره الصلاة وكانت تئيلة على قلبك الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى حاول مهما وإعتي يا صديقي ما تستسلمش الجنة مكان يستاهل المحاولة والتعب كل ما تقع قوم وحاول من جديد ولو كل يوم حاول ودع ربنا وابكي بين إيديه فالله عز وجل أشد فرحا بتوبتك وروجوعك إليه أشد فرحا من رجل وجد راحلته وجد طعامه وشرابه بعد أن أضعهما في الصحراء القاحلة المميتة فهم تقدي ربنا بيحبنا مهما كنا وحشين لدرجة أنه سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يعني بالراحة علي يا موسى بالراحة على مين يا رب ده فرعون اللي أنكر وجودك وتحداك فرعون اللي قال ما علمت لكم من إله غيري فرعون اللي أتى للأطفال واستعبد الرجال والنساء ده إبليس ما عملش ربع اللي عمله وبعد كل ده فقول له قولا لينا أرفت أدي ربنا بيحبنا ورحيم بينا أرفت مكانة الإنسان عنده سبحانه وتعالى عمل ازاي ولقد قرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة واضح من الحلقة النهاردة أننا محتاجين نقرأ ونعرف أكتر عن ربنا وأنبياء الله عز وجل محتاجين نهتم أكتر بتغذية نفسنا وأروحنا بالقرآن بالقراءة وتدبر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة محتاجين نكتر من الزكر والاستغفار والصيام فحاول يا صديقي تنزل برنامج على موبايلك ينبهك بموعيد كل ذكر من أذكار اليوم زي برنامج نذكر ابدأ نظم موعيد نومك عشان عمرك ما هتعرف تصلي الفجر وإنت بتصهر بعد عشر أو حداشر بالليل عمرك ما هتكون إنسان نشيط وناجح وإنت بتصحى متأخر كل يوم حاول تقدم عمل خير لوجه الله ولو ساعة في الشهر حاول يا صديقي تخصص شهريا جزء ولو بسيط جدا من مرتبك أو مصروفك وشارك بيه لكفالة أسرة يتيمة في مدنتك عشان تفوز بصحبة سيدنا محمد في الجنة بإذن الله حاول تنشر كل يوم معلومة مفيدة معلومة تحبب الناس في ربنا ويدعي يا صديقي كل يوم وكل لحظة وقول اللهم إنك قد أصلحت الصالحين فأصلحنا كي نكون صالحين وبإذن الله هتوصل للجنة حتى ولو مت بعد ساعة واحدة بس من الالتزام هتوصل برضو لأعلى درجات الجنة بإذن الله لأن الأعمال بنيات وإنما لكل مرئ ما نوى بعد ما عرفنا في ناليه هنا على الأرض وإيه هي مهمتنا الحقيقة وعرفنا بالضبط مقابل النجاح في المهمة دي هناخد إيه عرفنا يعني إيه الجنة وفين هيكون مستقبلنا وحياتنا الحقيقية لملايين السنين اللي جاية عرفنا إننا عايشين دلوقتي في مركز تدريب على الأرض لتربية وتزجية نفسنا قبل ما نرجع وطننا الحقيقي في الجنة عرفنا قد إيه ربنا عادل ورحيم ومحب لينا رغم نقصنا وجه حدنا منبع الشرور عن أخطر حاجة بتهدد سلامتنا النفسية هنتكلم عن صور الأنا وعن حياة وهمية كتير مننا عايشين جواها زي ما شرحنا يا صديقي في الجزء الأول من السلسلة نموذج القصر النفسي وحديقة النفس وعرفنا الفرق بين ذاتنا الحقيقية المكرمة وصور الأنا أو نفسنا المزيفة هنعرف مع بعض النهاردة خطورة الاعتماد على تغذية صور الأنا وإهمال ذاتنا الحقيقية أول خطر بيواجهنا هو الفراغ الداخلي معظمنا يا صديقي للأسف اتربينا على الاهتمام بصورتنا قدام الناس وترصخ جوانا معتقد أننا بنساوي ما نملك إحنا بنساوي اللي بنحصل عليه من شهادات وألقاب بنساوي اللي بنلبسه واللي بنملكه من أموال وعقارات امتلاك العلم والمال والسلطة وتغذية صور الأنا مش غلط خالص يا صديقي كل ده جميل ولازم نهتم بيه فعلا بس الخطر أننا نعتمد عليه على حساب تغذية نفوسنا الحقيقية التغذية اللي تكلمنا عنها في الجزء الأول من السلسلة للأسف يا صديقي إحنا خلال السنين اللي فاتت أهملنا ذاتنا الحقيقية أهملنا تغذية القصر النفسي وحضقته لحد ما أصبحوا خراب واتمالوا بالظلام وللأسف بقينا شبه البلونة الكبيرة اللي لونها حلو من برة وهي فضية وفراغ من جواها فبقينا بننفعل ونتعصب ونغضب على أدفه الأمور بقينا بنتقلم بشدة وسهل جدا قلوبنا تنكسر وحياتنا تنهار لما نفقد حد عزيز علينا أو لما نفقد فلوس أو مكانة أو أي حاجة بنملكها حتى ولو كانت حاجة بسيطة تاني خطر هو الحساسية المفرطة للأسف بنكون حساسين جدا لأي حد بيحاول ينتقدنا وبنعتبر ده تهديد كبير لكل كياننا لأننا ببساطة بنساوي شكلنا قدام الناس ولأن أي حد هيحاول يخدش صوري لأنا فهو بيهدد حرفيا كل حياتنا لأن ما فيش عندنا أصر نفسي قوي ولا حديقة جميلة تأمن ظهرنا أما تالت خطر نفسي هو العطاء المبالغ فيه أوقات كتير بنقدم حب واهتمام بشكل مبالغ فيه ممكن نقدم خدمات وتضحيات على حساب صحتنا ووقتنا عشان بس نكسب سناء الناس وعشان رأيهم فينا ما يتغيرش وصورتنا الجميلة في عيونهم ما تتهزش أما رابع خطر يا صديقي فهو الضغوط النفسية والأمراض النفس جسدية للأسف باعتمادنا فقط على صوري لأنا بنعيش في ضيق وخوف مستمر وألأ على الدوام بيجي لنا قولون عصبي وضغط وسكر وأمراض قلب وده لأن جسمنا معظم الوقت بيفرز هرمونات الألأ والتوتر بنعيش نحارب عشان نحافظ على مستوانا الاجتماعي وشكلنا ونجحتنا وممتلكتنا بنهتم نجمل شكلنا بالذهب والاكسسورات وماركة الملابس والعربيات بنهتم جدا بعدد اللايقات على صورنا وعدد المتابعين لصفحتنا نجي الخامس خطر وهو التعصب والقبلية بنكون للأسف متعصبين للعادات والتقاليد حتى لو بدرنا متعصبين لأهلنا وعائلتنا حتى لو كانوا غلط متعصبين لجماعة دينية أو حزب سياسي حتى لو هيدروا البلد متعصبين لفريق رياضي معين حتى لو هنضيع وقتنا الغالي جدا في متابعته وبنعم عيوننا عن كل السلبيات اللي فيهم سادس خطر هو العمل نفسي للأسف مش بنقدر نشوف عيوبنا أو تأصرنا بل بالعكس بنحولها مميزات بتبررنا المستمر مثلا البخل بنسميه حرص وزكاء القصوة بنسميه حزم بنبرر جهلنا وتوقفنا عن التعليم بإن ما فيش وقت وإننا كبرنا خلاص على التعليم وإن خبراتنا في الحياة أهم بكتير جدا من كل الكلام اللي مكتوب في الكتب بنشوف إن مجرد إن أم يبقى الجنة تحت أقدامي وبمجرد إن مكتوب مسلم في بطاقتي وبصلي وصوم واعمل الفروض اللي علي يبقى داخل الجنة بدون أي شك لما بنسمع نصيحة أو نقرأ حديث شريف أو نسمع آية قرآنية بنعمل إسقاط على الجميع وننسى نفسنا بننسى إن ربنا بيخاطبنا إحنا مش بيخاطب حد تاني وإن ممكن نكون واعين في كل الأخطاء والتحذيرات اللي بيكلمنا عنها بننسى دايما إن ممكن جدا إننا نكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فالمحسن بجد والصالح بصدق لا يرى نفسه إلا مقصر مهما فعل لما بنسمع آية زي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاصقا لا يستوون مش بنشوف غير إننا مؤمنين ولما بنسمع أي خطاب قرآني عن الظالمين والمنافقين أو الضالين والغافلين أو حتى عن الكفار والمشركين بنعدي لإننا أكيد مش كده وبننسى إننا ممكن نقع بسهولة جدا في حاجة اسمها الشرك الخفي وبننسى إننا ممكن كمان نظلم نفسنا بننسى إن ممكن نكون مسلمين قولا وفي نفس الوقت مش مؤمنين عملا بحاجات كتير ممكن مثلا تكون غير مؤمن بإسم الله الرزاق وطول الوقت ألآن على رزقك ممكن تكون مش مؤمن بإسم الله الحكيم وطول الوقت زعلان على الماضي وناقم على اللي بيحصل لك ومش راضي عن حالك سابع خطر هو التفاخر بنتكلم كتير عن أعمالنا ونجحتنا تفوقنا في شغلنا ومعنا أحسن كليات وربنا أولادنا وعلمناهم في أحسن مدارس وجوزناهم كمان وساعدنا أخواتنا وجراننا والبلد والناس ده غير إننا كمان عملنا حج وعمر أكتر من مرة كل ده بنعمله من غير ما نقصد نمن على الناس أو نعيرهم بنعمل كل ده عشان نقوي صوري لأنا ونأكد على وجودنا وقيمتنا ونيجي لتمن خطر يا صديقي وهو الأنانية المهمة أنا وعيالي وأهلي مش بقدر أشوف ولا حس بغيري مش بقدر أحس بظروف الناس ولا خاف على مشاعرهم المهم مصلحتي تمشي حتى لو على تعب غيري بنحاول ناخد من الناس أحسن خدمة وبأقل مقابل حتى لو حيخسروا المشكلة إن مع الوقت الفردية بتتضخم وبنبقى للأسف مش حسين كمان بأهلنا أو أولادنا كمان بنحاول نخبي خبراتنا في الشغل ونكتم عن الناس حاجات ممكن تسهل عليهم سنين تعب عشان يفضلوا محتاجين لنا المشكلة مش بس إننا بقينا وحشين قوي كده المشكلة الأكبر إننا كمان بنعذب ولادنا معنا وهنا يظهر الخطر التاسع فرض المثالية لأننا بيشوف ولادنا جزء مننا جزء من شكلنا قدام الناس فمش هنقبل منهم الخطأ ولا التقصير هنكلمهم دايما بصيغة لازم ومفروض وإياك لازم تطلع الأول أوع حد يضربك أوع تعيط لازم تلبس ده عشان شكلنا إياك تقولي الكلام ده تاني الناس هتقول علينا إيه لازم تاكل كويس ولازم ولازم عشان صورتنا قدام الناس بنفرض عليهم سيطرة وتحكم يقتل ذاتهم الحائية ويخليهم نسخة زينا نسخة مشوهة خالية من السكينة والحب والتقبل بنتحكم في تعليمهم وهواياتهم واختياراتهم في الشغل والجواز وحتى الصفر أنانية مدمرة لأبعد الحدود لأ وكمان بنرفض نعترف أننا أخطأنا في حقهم لأن ما ينفعش بعد كل السنين دي نعترف أننا كنا غلط وهنا يظهر عاشر خطأ الإنكار الاعتراف بالخطأ والاعتذار هيكشف حقيقتنا هيكسر صوري الأنا حيدمر كل كياننا وقيمتنا عشان كده مهما أخطأنا لازم نبرر لازم نقلب التربيزة على أي حد ممكن يكشف ضعفنا صعب جدا نعترف استحال نتأسف استحال نتنازل عن كبرياءنا وهنا تظهر عقبة من أكبر عقبات الوصول للسلام النفسي الكبر الكبر يا صديقي أخطر أمراض النفوس للأسف الحقيقة المؤلمة هي أن أي حد بيعتمد على تطخيم صوري الأنا بيعتمد بس على شكله ومنصبه وممتلكاته وانتماءاته وبيهمل تغذية نفسه الحقيقية هيصاب بالكبر وهيكون مصيره زي باء المتكبرين مهما كانت ديانته على الورق الله عز وجل بيضرب لنا مسأل بسيط بكل زينة الدنيا ومتاعها وممتلكتها إنها زي زبد البحر زي الرغوة البيضة الكتير واللي شكلها حلو جدا اللي بتكون فوق سطح المية ولكنها ملهاش أي قيمة فبيقول سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقضون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال مش مهم يكون معك دهب أو متاع لامع المهم تكون نافع للناس بعلمك ونجاحك وممتلكاتك مش عيب يا صديقي إنك تمتلك الدنيا كلها العيب إنك تهمل ذاتك الحقيقية وتكتفي بالشكليات لأننا لما اهتمينا بشكلنا طلع عندنا أجيال من الشباب محطمين نفسيا إما إنهم بيستسلموا لينا ويكملوا فبينجحوا يكونوا نسخة سيئة زينا أو إنهم بيفشلوا فيتحطموا نفسيا أكتر وأكتر وساعتها بننكر تعبهم ونأكد لهم إنهم تمام ونزود لهم العطاء المادي من فسح ولبس وفلوس عشان ما يتمردوش وينقالبوا علينا فإما يستسلموا ويتحولوا الأشخاص مطيعة عديمة الثقة في نفسها عديمة الشخصية معتمدين علينا اعتماد كامل يكونوا شباب محطم نفسيا كاره لنفسه وكاره للناس شباب مفعول به فقط بيتحججوا بالظروف والقدر والحسد والناس شباب تابع لغيره ممكن يضيع كل حياته هو بيتبع ويقلد مغني معين أو ممثل معين أو حتى لعب كرة يأما يتمردو وساعتها هنواجههم بحرب من النصائح الدينية المشوهة عشان نرجعهم تاني لمقبرة الطاعة ما بين تهديدات بغضب ربنا عليهم تهديدات بالطرد والضرب والحرمان كل ده عشان نفضل متحكمين فيهم عشان الناس ما تقولش علينا اننا معرفناش نربي عشان احنا شايفين انهم جزء مننا واخسارة الجزء ده هيكسر جزء من صور الانا عندنا فبيهدد كل كيانة فللأسف بيتحول أولادنا لوعاء جيد جدا للأمراض النفسية والعقلية بيكونوا فريسة سهلة للإدمان أو للأفكار الإلحادية والجماعات الدينية المتطرفة قوالب من البشر قوالب شكلها حلو ولبسها حلو ومعها أعلى الشهادات ولابسين أغلى المركات بس للأسف طول الوقت بيشتكوا من ضعف الثقة بالنفس من القلق من التوتر من الخوف ويجي منين الأمان والثقة وجواهم ظلمة وحطام إنسان مدفون وده اللي بيفصر لنا يا صديقي ليه لما بتتحط في تحدي بتقلق وتخاف ليه وانت فترة الامتحانات بتكون في قلق شديد جدا ممكن يوصل للزعر والهروب ليه بنخاف نتكلم قدام الناس وحاسين بالدونية وعندنا فوبيا من الظهور والتعامل مع الناس لأننا بكل بساطة طول الوقت عاملين زي اللي مش لابس هدوم وقاعد جوه عربيته طول الوقت في خوف وقلق طول الوقت في حرب بتحاول تحمي عربيتك بكل الطرق على الرغم من إنك مش شايف ولا واعي إنك من غير هدوم إلا إنك حاسس بخطور التدمير العربية عشان كده بتدافع عنها بكل قوتك فشلك يساوي كشف سترك فشلك يساوي موط قمتك ووجودك فشلك بيساوي تشوه صورتك قدام أهلك وقدام الناس وبالتالي تدمير كل حياتك أما على عكس كل اللي فات ده لو اهتميت بقصرك النفسي وذاتك الحقيقية هتكون زي الملك اللي لابس أجمل السياب مش خايف حد يكسر صوري الأنا أصلاً أنت مش محتاج حماية بالعكس صوري الأنا بيتحول لجدار شفاف بتتقبل النقد بكل حب مش قلقان من الفشل أو الخسارة بتكون متقبل جداً لنقصك وعيوبك ودائم السعي لتحسنها متقبل لطبيعتك البشرية اللي غير كاملة هتكون كمان واعي وفاهم حقيقة المكانة والنجاح والرفعة وأنهم هيكونوا بعد العرض على الله مش قبل كده خالص هتكون فاهم أن مهما كانت أراء الناس فيك فهي قاصرة على تفكيرهم المحدود وجهلهم بمدى غناك النفسي هتكون بالضبط عامل زي اللي مخب كنز ببيته والناس عملا تضحك على فقره هتكون شايفة نضحكهم على فقرك ده ما هو إلا سزاجة ولو أي حد تعرض لك بإهانة هتكون هادي ورايق وزي ما بنقول كده بارد هتعمل زي ما سيدنا نبي كان بيعمل لما مشركين كريش كانوا بيشتموه بيقولوله يا مزمم فكان الصحابة تغضب فكان يهديهم ويقولهم يعني هم بيشتموا صورة وهمية في خيالهم أما أنا فقمتي عند الله غالية جدا فأنا محمد ولا ينقص من قدري كلام كل أهل الأرض هتكون زي إبراهيم بن أدهم لما مر علي يهودي وقال له إن ذيل كلبي هذا أطهر من لحياتك فكانت إجابته بكل هدوء إذا كانت لحياتي في النار فأنت محق فزيل كلبك خير مني وإن كانت لحياتي في الجنة فهي خير من كلبك شباب كتير طلبوا مننا نعمل حلقات عن الثقة في النفس وعن علاج التوتر مش فاهمين إن دي أعراض وليست أمراض أعراض مختلفة لمرض واحد مرض فراغ النفس وضعف وانهيار ذاتهم الحقيقية بسبب تربية مشوهة بعدتهم عن معرفة ربهم الحق هما للأسف عاوزين حل سحر سريع من غير ما يتعبوا أو ينفقوا من وقتهم لله عز وجل عايزين كابسولة يخدوها فيخفوا في نفس اللحظة للأسف مهما قرأت وسمعت عن الثقة في النفس وعلاج الألأ مش كفاية مش هتخف برضو التنمية البشرية وكتب تطوير الذات هتمنحك ثقة مؤقتة ولكنها أبدا عمرها ما هتكون ثقة حقيقية نبع من جواك طول الوقت أما لو بتدور على الحل والعلاج الحقيقي يا صديقي فهو إنك تهتم بذاتك الحقيقية إنك تخصص وقت يومي تهتم فيه ببناء نفسك من الداخل أنت يا صديقي محتاج شهور وسنين تمارس فيها الاعتراف والعفو وتقبل الجميع تنفس فيها عبادة التفكر والمعرفة والدعاء وهو ده أصلا كان هدف الجزء الأول من السلسلة أنصحك بشدة إن مش بس تشوف الجزء الأول من السلسلة كامل ولكن أنت كمان لازم تطبقه لشهور وسنين وبكده يبقى فضل لنا بس الاهتمام بحديقة النفس عشان كده لازم نفتع عينيك على سر عظيم جدا من أسرار النفس البشرية وهو أشجار العلاقات الموجودة داخل حديقة النفس كل شجرة من الأشجار دي يا صديقي حتأثر عليك شئت أم أبيت إما إنها تكبر وتنور الأسر كله أو إنها تضلم وتتحول إلى أشواك ضخمة تحجب عنك الرؤية وتعيش بعدها في ظلمات نفسية خطيرة جدا وهو ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة اللي جاية ونشوفكم إن شاء الله في خير وعلى خير اشتركوا في القناة